أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليون وثمانمائة واثنين وعشرين ألفاً وسبعة وسبعين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية تقدر بعشرة مليارات ومائة وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة واربعين ألف جنيه وذلك منذ الأول من يناير حتى نهاية يونيو الماضي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن إجمالية المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ مليوناً وخمسمائة وثمانية وعشرين ألفاً وأربعمائة وستين مواطناً وشملت قرارات العلاج الصادرة عدة تخصصات